شكراً لكم 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 كيف ثبت في المسيح ما يجب أن تفعل مختلفة بين واحدة إلى الثانية في الوحيدة في الوحيدة بالكريسة هي الهدفة ومعرفة كيف يتبع في المسيح أحيانا نحن نتدع حياتنا في المسيح أحيانا نتدع حياتنا في المسيح و بعدين نهتم بيه مثلا موضعات رحية للنمو و بعدين نتدع حياتنا في المسيح حياتنا في المسيح حياتنا في المسيح أو و نتدع حياتنا في المسيح مع مناميّ عمل رائع و هذا يتم باستطع الدول و هذا في كل مقارن الأمام لكن موضع هذه المماركة تدع حياتنا في المسيح إلى أليم مختلفة إلى أليم مختلفة ولكن مع كل هذه المساعدات من المساعدات بعض الاجتماعاتنا مع ربما يصبح مختلفة مختلفة ما هو في حياتي ما أريد أن أشارك معكم هو كيف يصبح يسوع في مركز الحياة كل يوم وإذا يجعله هو المركز وانا بصلي وانا مش بصلي وانا مش باخدم نحتاج أن نتعلم كيف ليغيب يسوع من حياتنا ولا لحظة واحدة باستمرار يجب علينا التعبيرات التي استخدمها كل من الرسول يوحانا ورسول بوليس عن كيف نكون في المسيح فينا و 56 uh if we understand if we properly understand the terms that apostle paul and apostle john used about being in christ and christ in us and this simply means that as i walk in the journey of my life i will discover the meaning of these terms أريد أن أقوم بالتعليم في أيامنا فقط شيء مهم كان يميز أفكر الكنيسة الأولى التعليم في أيامنا لدينا شيء موجود في التعليم الأولى أصبحنا نحن حافظ عبارات لهوتية ويضع القلب بتاعها النبض بتاعها الجوهر بتاعها ففي حسب الكنيسة الأولى اتعلموا الشيء إن كل تعبير اللاهوتي كذابي إزاي يكتشفون نفسهم اكتشاف شخصي في المسيح، أنا في المسيح، المسيح فيي، تعني إيه؟ أعشان يصبح المسيح هو كل في كل في كل وقت في كل يوم معنى ببساطة أنا ساكن فيه، أنا مش ساكن في المسيح، ولا في مصر ولا في أمريكا، أنا ساكن في المسيح، هو ساكن فيه فهو بيتي، ففيش حادي يبساكن في بيته ويحتاج حادي يذكّره خلي بالك أنت في البيت، خلي بالك دا بيتك، دا مش بتحسن إذا كنت مرحبًا في كناسة فيه، في منخبتص относ السياق، dans السياق، لا يحتاج إلى تخرج بميكون ساكن في البيت يحصل كل جميل إلى نفسه ويحتاج إلى أنفسه تحصل على الذي امر لأنفسه، هذه هو المبادر، تحصل على اين كانت تحسن يعني أعرف أن هذا بيته وده مكان راحته لأنفسه أعرف أنه هذا مكان راحته بيتك فهي أنه حل جدًا هذه الميته، وهي هو مكان راحته وبيه ينكون بالرعب ينتظر أمين تعود إلى مكان راحة وبتاعه And when he leaves his home he longs and awaits to come back to his place of rest and his home. The question now is the challenging question. Can Jesus become like this for us? My home. My place of rest. And I wouldn't need anyone أريد أن تتكلمني عن إيساس و أخبرني هل تتذكر إيساس؟ إيساس في اليوم اليوم؟ لأنني فيه لأنني فيه وفيه 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 لأنني فيه وفيه لأنني فيه وفيه لأنني أتعلم هذا يريد أنني أتعلم كيف تجعل هذه إيساس كيف تجعل هذه إيساسة في اليوم اليوم؟ كيف تجعل هذه إيساسة في المعنى العملي للإعلان اللوت الكتابي في حيث أنأغرق блогي والكتابي والمعنى العملي لكي لأنني أهدي لكي أقين electrical كل مكان لغاية ما يبسوع فعلا حاضر حاضر في يومي حاضر في حياتي حاضر كل اللحظة حتى يصبح يصبح مصنع في اليومي مصنع كل موقع لكن ذات يقود إلى نتائج أخرى هذا أيضا يصبح مصنع أخرى أن يتنزع من نفس الإنسان الخوف الطبيعي وهو جزر عميق منذ سقوط هذا يجب أن يصبح مصنع في الإنسان الخوف لأن يصبح مصنع أخرى ويصبح مصنع ويصبح مصنع هنا هناك شيء ما يصبح مصنع أو مصنع ويصبح مصنع ويصبح مصنع الخوف هذا مرض أو جزء رئيسي من نتيجة السقوط ويصبح مصنع أخرى لكن من غير ما نعرف بيتحول الخوف الكامل في طبيعاتنا السقوطة حانا إلى خوف من الله لكنه لا يصبح مصنع هذا الخوف هذا الخوف يصبح مصنع في نفسنا بعض الوقت يصبح مصنع من الله فالتالي نعرف ان نفضح بشكل كامل ويصبح مصنع في خوف من المستقبل مثلا. But when we have fear of the future, for example, fear of what will happen in our life and the changes that can take place and that can happen to us. This means that we are afraid from God because God is in control of everything. Or in other words, we don't trust Him fully. It is easy that some of us may say, sometimes I feel I don't trust God. But we often never think of what we say or the situation we are in. When I come to times when I come to when I come to times when I feel I'm afraid of God or I don't trust Him fully that He controls my days and my life. This means, in other words, I'm not mistaken in God. This in fact means that I am not resting in God. I'm not comfortable and trusting in Him. This means I'm not dwelling in Him. This means that my true knowledge of God is not genuine, is not fully genuine and is not in accordance with the biblical revelation. So, all the books of Scripture are very beneficial in instructing us and teaching us, as Apostle Paul says, and has many benefits. In 2 Timothy 3.16 we read, all the books of Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. that the man of God may be complete thoroughly equipped for every good work. But the center of all this that will help us in instruction and correction, everything, the center is to know God. And the Bible tells us very clearly that we know God in the face of Jesus Christ. In 2 Corinthians 4.6 For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. The knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. When the person's insight is opened to receive a true knowledge of God, part of this true knowledge, this person will never be afraid of anything at all. this person will never be disturbed or sad or experience any of these negative feelings at all. في نفس هذه اللعظة اللي فيها تم فتح البصير الإنسان يعرف مقدار أمانة الله الشديدة. At this same moment when the person's insight is opened, the person would know the measure, the great measure of God's faithfulness. وأن هذه الأمانة الشديدة تتوقف عليها. And this great faithfulness is not dependent on me. We read the verse and sometimes memorize it but we don't notice the full meaning of it. We all know the verse that says even if we are not faithful, he remains faithful, he cannot deny himself. We memorize this verse off by heart. لكن تحتاج لحظة انفتع فيها البصيرة وتعرف الحقيقة ده. But we need the moment when the insight is open to realize this truth and perceive it. لكن واحدة من سمات التعليم والمعينف الرحية في أيامنا. One of the features of the teaching of the spiritual teaching in our days is that there is a separation between the facts and the person. Our mind knows that God is faithful. Even if we are not faithful. But it is a truth that is separated from the person. So I would know but I still have fear. So I would know. But I still have fear. Sometimes I have a lot of worry and anxiety about my circumstances, my work, anything in my life. I keep reminding myself that God is faithful. Even if I am not faithful, He is faithful. And I pray with this. But the worry and anxiety keeps coming and going. In the moment when the insight is open and sees God the faithful, all this disappears totally. In this moment the person will know the difference between what he knows about God and the reality of God. And the key to this is Jesus when I dwell in Him and He dwells in me. What is the reason for incarnation? Theologically we say Jesus was incarnated to fulfill salvation. This may be correct partially but this is a big topic we will not digress to it now. But actually Jesus was incarnated because God allowed his person that is unseen to be seen in a human person. That's why God was incarnated in the person of Jesus Christ. So that we can see Him and behold Him in the Spirit. This is the true moment when everything in the person's life will change. This is the true moment when everything in the person's life will change. And this is the moment when I totally realized that His faithfulness does not depend on my faithfulness. When I was born in the Spirit, I discovered the meaning of the Holy Spirit. That is the meaning of the Holy Spirit. In the Spirit, I saw the meaning of the Holy Spirit. Recently when I was doing a certain study I realized the meaning of mercy. The word mercy used in the Bible and this was really amazing for me. أنا كنت تفهم إن هي أحشاء محبة الله وتحانل الله وردقة الله وده طبعا وارد في الكلمة لكن أهم معنى في جزء الكلمة إنه صاحب عهد والتزام كامل نحيتي حتى كنت أنا مش في التعهد دخارس أنا مش في النقطة دي وطبعا ده شيء له أهمية كبيرة في الحياة العملية لأنني أبسط شيء فيه ساعة احنا بيقول تعذير مش بنفهموا أني حتى قبل أن آتي إلى حياتي في المسيح بالتوبة أو بالمعارفته أو كده برضو هو كان ملاحظني واخد باله مني لكن بنشوى الحقيقة دي من غير ما بنقدره لكن في الحقيقة نحن نعطيه من المسيح لا أنا أريد أن نقول للماضي بتاعي في عشاك كثيرة يعني مطلفة لأنه كانت فترة الخطيئة قبل ما عرفت المسيح وانا عايز بشفاء منها وتعلم منها وتتمحي تسمحي لكن ده بسبب أن أنا مش شايفه أول ما شوفه أعرف أنه كان واخد باله مني من الرحم وقبل كده من الرحم عينه علي وكان عينه في كل خطوة كل أخطائي كل ضعفاتي كل خطائي كل خطائي كل خطائي كل خطائي كل خطائي كل خطائي هو كان ضبط ورده until he's eye was on me and he was controlling everything even my weaknesses and my sins and my falling and up and down though he does not like sin he despises sin هيعرف يغير أثار الخطيئة دي في حياتي ويخليها لها فائدة لها نعمة تطلع منها هو ده الفدة ما عندوش شيء يتغلب منه أو يبصعب عليه وزاي ما نكون سمعتوني ما بكرنا في المعتمر إزاي أعرف أعيد صياغة الماضي أعيد رؤيتي للماضي من خلال منظار الفدة ولما أعمل كده أشوف الماضي بعين الفدة وأعقول أنا مش عايز أفقد الماضي أنا عايز ويتشفي لك مش عايز ويتمعي وكان أقول أنا مش عايز أفقد الماضي أنا عايز ويتمعي ولا توجد من الشخصيتي لأموال ما بحقنا لأنه في سر ده في غنالي يا ده جزء من تكوينتي جزء من شخصيتي إنه من أجل من أجل من شخصيتي لذا إذا أقل مع الماضي في هذا الطريق و أريد أن أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل لكن عندما يتفدي و يتطلع منه النعمة الخاصة التي كانت في حياتي لكن بسبب الخطيئة حتى تغيرت و أطلفت، أنا أريد أن أعود ثاني لكن عندما يتفدي، ذلك سعيدت أني سيحوله They were marred by sin ولكن أريد أن أطلع و رضاً في كل الاضحة الأن ثم العام ستكون سعيداً جسداً حكمت سعيداً حذارًا سعيداً كذلك أن تسلم لآخرين أن يكون مددًا وممتدًا لأخرين في الوقت كان ماضي بالنسبة لي الشيء المتعب الشيء اللي عايزي تنسي الشيء الصعب Before that the past was something difficult for me something that I want to forget something that I want to wipe away يعني عرف الحقاق ما عرف الشخص This is because I knew the truces but I didn't know the person of God يسوع هو ضابط مضيه هو رب مضيه وحضيره ومستقبله Jesus is the Lord of my past, my present and my future He controls it هو رب أيامي He is the Lord of my days ما عذا من كل يوم أسلم اليوم أنت رب يومي أنت رب يومي How great it is to put the day in His hand every day and tell Him you are the Lord of my day هو رب مضيه ورب حضيره أيضا He is the Lord of my past and He is also the Lord of my present هذا بالنسبة للماضي ما هذا بالنسبة لحاضر We talked about the past what about the present الحاضر هو أن أسهم هذا السر الخاص بهذا الشخص ولا إلا هسقط كثير For the present I need to understand this mystery related to the person otherwise I will lose a lot أن حيات يسوع قتب عنا واترك لنا مثالا It is written about Jesus that He has left us an example so that we can follow in His footsteps We usually understand this by saying we follow in His footsteps this means that we need to see how He lived when He was in the flesh لكن في الواقع قطوات عبر عنه ماشيك في سكة ثبتة موت لقيامة but in fact His footsteps is that He is walking in death and resurrection a steadfast walk أكثر من جوزفر هذا جديد في القصة يسوع بيوريه منذ التفولية إلى نهاية الرعلى كالعينين قلبه دايما البصع صليب في الكثير من الصولات العديمة في صورات عبر عن الق Slovenia في صورات عبرنا كامل أنه كان معتنود قمعانين الماء بالقسم أن هذا هو مجهد لم يتوقع أن قسم عبر ليس إلى نهاية الماء ومدخل القيام أنه مجهد لا شيء أنعمل لكنه كان الغدور لحظايا إذا كنت أريد أن أعيش حضري في ملءه في اليسوع في يسوع المسيح إذا أريد أن أعيش حضري في موت وقيامة هذا يعني أن أريد أن أعيش حضري في موت وقيامة يجب أن تتغير كل أيام تتغير تصبح الأيام المفضية لا يمكن أن تتحول بدون موت وقيامة really and hence all my days will be transformed they will become redeemed days they cannot be transformed without death and resurrection this gives me an energy that pushes me forward all the time in Philippians 3, Apostle Paul says Philippians 3, 13 and 14 لست أحسب نفسي أني قد أدركته ولكني أسعر شيئا واحدا حيث أنا أنسى ما هو رأوه ومتدل ما القدام أسعى نحو الغرض لجعان الدعوة الله الولي في المسيح أسعى I do not count myself to have apprehended but one thing I do forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead I press toward the goal for the price of the upward call of God in Christ Jesus pressing forward the power to press forward is derived from the power of death and resurrection and when I am dwelling in him and he is dwelling in me it is he who guides me and leads me in this walk يسوع رب ماضي يسوع رب حاضري وأيضا يسوع رب مستقبلي Jesus is the Lord of my past Jesus is the Lord of my present and he is also the Lord of my future بولس الرسول في رومية الثمانية عدد تسعة وعشرين نقول in Romans 8 29 أفاصل 4 says عدد الثمانية والثلاثين verse 38 إنه لو نمتير القنون أنه لا موتا والاحياء d be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord sometimes we don't pay attention to a certain expression in these verses we can understand it if apostle Paul says he will not be afraid from death or from powers or from principalities لكن كنا نقول أنا متيقن أني مش خايف حتى أمور المستقبله كيف يكون هذا؟ لكن لكي يقول أنه يقول أنه يساعد أنه لا يساعد أو أفراد من الأشياء لتأتي كيف يمكن أن يقول هذا؟ متيقن بخصوص المستقبل هو يساعد عن المستقبل مش بس مش خايف مش بس مطمئ هذا متيقن هذا مستقبل هذا تحت فيدي هو ليس لست بخصوص المستقبل و لكنه يتأتي وأن هذا المستقبل هو تحت فيه هذا هو لأنه يدوى فيه وكريس دوال فيه ويسوح ورب أيامه وأنه يساعد أن يكون لديه عنده وكريسيه لديه وكريسيه لديه سبحانه how can he be frightened when Jesus is the Lord of his future his future will be the best thing unless the person chose by himself to come out of the circle of Christ this doesn't mean that he became an unbeliever he is a believer but he is but not dwelling not dwelling in Christ Christ is not his home Christ is not his place of rest I rest and feel assured in Christ and fear nothing he is the Lord of my days the first point was abiding in Christ the second point is abiding in the teaching let us read some verses to Timothy 2 verse 2 and the things that you have heard from me among many witnesses commit these to faithful men and let's look at another reference in Philippians 4 verse 9 the things which you learned and received and heard and so in me these do and the God of peace will be with you and in 2 Thessalonians 2 verse 15 therefore brethren stand fast and hold the traditions which you were taught whether by word or our epism as we have seen in these references the kind of teaching that leads the person to abide and stand firm is what is heard what is handed down and what is seen it is very clear that the apostle Paul is not separating or segregating these elements so for him the teaching is something that is said and heard and seen he said it more than once follow my example as I follow Christ's example imitate me as I imitate Christ so the teaching is heard seen and also handed down and when any of these elements are missing from the teaching the teaching becomes less effective why because losing any of these elements gives an opportunity or opens the door for other thoughts to enter and mix up with the teaching these thoughts can come from the normal thinking of the person or some spiritual thoughts in spiritual communities or people who are not well prepared or were qualified to deliver teaching or these thoughts can come from the devil who has the ability to appear as an angel of light and mix up the correct thoughts with wrong thoughts and we often come to points like this where we feel we're confused we cannot separate things this is because many of the teaching that we see around us these days are separated elements so we can't see the way appropriately but when all these elements come together the teaching is secure and if any wrong or strange thought comes it can easily be rejected it will not find any place in the person we are at a time that we really need to keep very well what we have been taught what we have seen what we have been handed down this is because on one hand it was very costly and you all know this but also because it has become our responsibility to hand these teaching down to others and hand it pure genuine original as we have heard in the words of Paul talking to Timothy telling him what you heard from me commit to others who are faithful who can teach others abiding in the teaching and now abiding in the purity of heart and this is a very important thing because it is all linked together how can I see God in the way we were talking about now without this purity of heart blessed are the pure in heart for they shall see God the purity of heart requires from us to discern the evil thoughts and the rejected and refused instantaneously if I'm not vigilant on this and watchful the evil thoughts can come to the mind and then dwell in the heart and dim my life the purity of heart requires me for me to learn how to forgive truly forgive and forgive constantly always because sometimes we do the forgiveness as an action without noticing that something has penetrated in my heart and is hidden in my heart and then at a certain time this can come up and appear and I will see that I wasn't forgiving I haven't forgiven the birth and the forgiveness means that I need to come again and again before the Lord and do this act of forgiveness until I am totally purified from this situation that required my forgiveness also the purity of heart requires from me to have a wide open heart and receive tender mercies and compassion in Matthew 18 we read the last part of the chapter we all know the parable where Jesus spoke about the servant whose master left his death and forgave him and left for him his death but then this person started to request from the servant his colleague the small death that he had on him and when his colleagues brought this story to the master who has forgiven the servant we see what he said in verse 33 32 and 33 you wicked servant I forgave you all that debt because you begged me should you not also have had compassion on your fellow servant just as I had pity on him at certain times in my life this verse frightens me we all know that God forgave us a lot and carried away our debt and showed us mercy he has done all this for us while we do we hold on each other words wrong words that has been said and we don't want to forgive this little small debt and this is very serious and dangerous because we read after that that how he was delivered to the to the torturers and that is the evil spirit the evil spirits where the condemnation will be put on will torment him and a condemnation will be put on him why does this happen it's because the heart is hardened it needs to become soft tender and widened we need to pay great attention to this hardness in heart that is hidden inside and deal with it and handle this appropriately until we receive these tender compassionate mercies as 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 13 13 13 13 13 13 14 15 15 16 17 20 وغفر لكم المسيح أكاد أنتم أيضا وعلى جميع هذه البسل المحباتي الباطل كمان ويملت في قلوبكم بسلام الله الذي إليه دعيتم في جسن أحدكم مشكلين من عدد 12 إلى 15 كما نقل في البيت المحبات المحبات هذه الأسفل من كولوجيان 3 كولوجيان 12 إلى 15 لذلك كما يتبعون من الله وعليا وعليا يضعون على تدر مرساة وعليا 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 إذا كان لدي محباتي لك حتى كما تتبعون من الله فكما يتبعون لك لكن من كل هذه الأشياء ويضع في إحبات المحبات وعليا 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 في أكبرك لكي ستطلبون في واحدة ونقلون بشك نحن نعيش في عالم مقتقلب جداً كما تعلمنا نحن نعيش في عالم مقتقلب جداً كما تعلمنا و هذه التقلبات لابد أن تنعكس على كل أحد فيها و هذه التقلبات لابد أن تنعكس على كل أحد فيها ولا يمكن تجنبها و لا يمكننا تجنبها في أيام تصبح شكلها سلاني و أيام تصبح شكلها صعب هناك احتياجات يتم إيجادها أو الحصول على المتطلبات و هناك احتاجات تبقى معلقة و تصبح سبب أنيل فيها أو تعم و مع الأيام تبدأ تتكون في الإنسان المخاوف، الإحباطات، الإرتباكات و عندما يحب الطيب في السبب وهذا يضيف في المسيح و هذا يضيف نحر في Christ يجب أننا نتعب ذلك تذكر ما قلت أني أساكن في الله أنا ساكن في المسيح تذكر ما قلت أنني أدوى فيه فإذا لماذا يمكن أن هذه المسيح هل يمكن أن يدعني تذكر ما قلتني أنني أمريك أن أستمر لأحتياجاتي طفن من أي حد لكن من المسيح أنا ساكن فيه because the fine line here is that I don't await my needs to be satisfied from anybody else but from Christ whom I dwell in and dwell in I am not awaiting that my frustration would be changed and transformed because things will change or circumstances will change but because I am in Christ أنا لا أتوقع أن علاقاتي اللي سأفية الفهم سواء من نحتي أو من نحتي الآخرين تتصحح لأنها مرتبطة بالآخر أنا مش ممكن أكون تحت رحمة آخر لكن أنا في المسيح ولكن أنا مرتبطة في الماضي وكان ممكن كل نتائج صعبة رو أستطيع أن يغيرها لأنه خارج الزمن إذا أحد جوانب فهمي درسلت العبرانيين أو بمعنى آخر أو بمعنى آخر أو بمعنى آخر ويجب أن أتركي كل ما في حكاً في حكاً في حكاً في حكاً في حكاً ويجب أن نرى هذا المسيح في حكاً في حكاً حكاً في حكاً في حكاً في حكاً بمعنى آخر لا تبوتنا في المسيح قابلون ملكوتا لا يتزعز عن الذي كان يقول أننا نرى مرحلة التي لا يستطيع أن يغيرها في المسيح في حكاً في الحكاة في حكاً 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 أمين